سلام سلام يا أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد وموضوع جديد إذا كنتوا أول مرة بتشوفوا القناة اشتركوا وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد وموضوع اليوم رح يكون حاول خمس صفات بتحبهم المرأة في الرجل فإذا كنتوا مهتمين بالموضوع تابعوا الفيديو للأخير وما تنسوا تخلوا لي لايك وكومنت دعما للقناة وهلا يلا خلينا نبدأ مثل ما الرجل بفضل المرأة اللي بتتميز بمجموعة من الصفات كالرقة والجمال والأنوثة كمان المرأة بتحب وبتنجذب للرجل يلي بيتميز بمجموعة من الصفات يلي بتخليه رجل مختلف ومتميز عن غيره فالمرأة بشكل عام كتير بتحب الرجل يلي بيحسسها بالأمان وهذا الشي ذكرناه قبل في سيكولوجية المرأة في الحب وبالتالي الرجل يلي بيقدر يوفر للمرأة الأمان العاطفي والمادي أكيد بيكون بيتميز بمجموعة من الصفات كالرجولة والشهامة بهذا الفيديو رح نتكلم لكم بالتفصيل عن أهم خمس صفات بتحبها المرأة في الرجل أول صفة بتحبها المرأة في الرجل بتخليها تنجذب لي هي الثقة بالنفس لأن الثقة بالنفس بتعكس قدرة الرجل على اتخاذ القرارات بكل ثقة من غير ما يحتاج أنه ياخذ رأي الآخرين كمان هاي الصفة بتخلي المرأة تحس بالأمان مع هذا الرجل لأنه بيكون قادر على قيادة الأمور وتحمل المسؤولية في علاقته مع المرأة تاني صفة من الصفات يلي بتحبها المرأة في الرجل هي الحنان المرأة كتير بتحب الرجل الحنون يلي بيكون قادر أنه يقدم لها الدعم والرعاية والتفاهم خصوصا في الأيام الصعبة لأنه الرجل الحنون بيكون قادر أنه يتحمل المرأة ويفهم المشاكل يلي ممكن تمر بيها ويدعمها ويكون قادر أنه يقدم لها الرعاية حتى بتفاصيلها الصغيرة وهذا الشيء بعبر عن مدى حب واهتمام الرجل بالمرأة ثالث صفة بتحبها المرأة في الرجل وهي الصفة بتكون ظاهرة ومتعلقة بالجمال الخارجي هي صفة الأناقة فمثل ما الرجل بينجي ذبل المرأة الأنيقة المهتمة بشكلها وجمالها حتى المرأة بتحب الرجل الأنيق يلي بيهتم بشكله وأناقته وبيهتم بأدق التفاصيل متعلقة في اختيار الملابس وقصات الشعر أو مثلا وضع العطور وساعات اليد فكل هاي الأمور بتعكس دوق الرجل الرفيع وبتعكس قوة شخصيته وبتعطيه ثقة بالنفس تخليه يبين شخص جذاب وعنده كاريزما رابع صفة وهي الحس الفكاهي المرأة كتير بتنجذب للرجل يلي بيتميز بالحس الفكاهي لأنه بيكون قادر أنه يخفف من توطرها بيكون قادر أنه يضيف البهجة والسعادة لحياتها من خلال الضحك أو أنه يشارك معاها مواقف طريفة أو نكت بتلطف الجو بتخليها تحس بالسعادة والفرح خامس صفة بتحبها المرأة في الرجل هي المجاملة لازم تعرف إذا كان بدك تكسب قلب المرأة كون مجامل لها لأنه المرأة كتير بتحب تسمع كلام حلو من شريك حياتها بتحب تسمع كلام غزل ومجاملات لأنه هذا الشي بيحاسسها بأنوتتها وبتحب تسمع تناء على جمالها كتير على جمال لبسها وأناقتها لأنه هذا الشي بيحاسسها بالفرح والسعادة هنا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتمنى دعمكم للقناة بلايك وكومنت وشير للمقطع مع أصحابكم بلقاكم بفيديو قادم سلام سلام ترجمة نانسي قنقر